النمو الاقتصادي في منطقة اليورو شهد تراجعا في الربع المالي الثاني بمعدل 0.2% بعض المحللين الاقتصاديين يتوقعون دخول المنطقة في انكماش اقتصادي في الوقت الذي تساجل فيه معظم الدول الأوروبية عجزا في نتيجها القومي المحلي أما ألمانيا فيتوقع ألا تبقى قادرة على إنقاذ المنطقة بينما تشهد طباطئا في نموها الاقتصادي وتراجعا في حجم تبادلاتها التجارية ألمانيا سجلت كذلك تراجعا في مؤشر ثقة المسهلك في شهر أب أغسطس للشهر الرابع على التوالي ما ينبئ باحتمال استمرار تراجع نموها الاقتصادي في البرتجال الوضع الاقتصادي يزداد تأزما في ظل الخطة الطاقة الشفية التي تتبعها فلقت شهدات ارتفاعا في حجم البطالة بمعدل 15% في الربع المالي الثاني وتراجعا كبيرا في حجم الطلب الحكومة تؤكد اعتمادها على الصادرات لتقوية عجلة الاقتصاد لكن نمو الصادرات شهدات تراجعا ليبلغ 6.8% في الربع المالي الثاني بعدما بلغ 11.5% في الربع المالي الأول اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر